السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? النهاردة جاي لكم بوصفة بجد رهيبة جدا. اه علشان البرد. طبعا الشتاء داخل علينا. والكل طبعا بيخاف من البرد وبيخاف على اطفاله من البرد. فانا جايبا لكم النهاردة وصفة حلوة جدا جدا هتحميكم اصلا مني يجيلكم برد. وبجد جربوها وهتدعولي عليها والله. فااااا يلا نبدأ نشوف ايه الوصفة بتاعتنا بس ليه لسه مشتركش في القناة وياريت يشترك ويفعل زرار الجرس. ويلا نبدأ في الوصفة بسرعة. الوصفة بتاعتنا هي بنتكونة من ثلاث مكونات ويعتبر موجودين في كل بيت. يعني انت مش تغلبي في ان انت تجيبيهم. اول حاجة العسل الابيض. ياريت يكون عسل نوعه نزيف. يعني تكون انت واسكة من مصدره. تاني حاجة زيت حبة البركة. موجود في كل حتة وموجود عند العطارين. ياريت تجيبيه برضو من مكان لوصوك. تالت حاجة عصير لمون ويكون طازة. يعني عصير لمون طازة. بصوا الوصفة سهلة جدا بس اهم حاجة ازاي بقى نعمل الوصفة ديت علشان ما يجلناش برد. وازاي نطبقها صح. عشان تجيب نتيجة وكده. فاول حاجة ان انت اول ما تحسي ان انت داخل عليك البرد. احنا بنحس على طول باعراض البرد. وبنعرف اول ما بيدخل علينا البرد. بيبدأ زورك كده. هتحس ان فيه احتقون بسيط في الزور. نغباشة كده. وبتحسي بدوخة وصداع. فبتحس ان داخل عليك البرد. فهي الوصفة بتنفع في اول ما يخش البرد عليك. هنجيب عصر نحل نوعه كويس ونحط عليه نص معلقة زيت حبة البركة. وهنحط عليهم عصرة لمونة. طازة. ولو عندنا نقط فيتامين سي اللي هي اسمها سي فيت. هنحط عليهم ست نقط. دي للكبار وللاطفال ما فيش اي مشكلة. للاطفال من اول خمس سنين. ما فيش اي مشكلة خالص. هنحط عليها ان هي النقط ديت بتجب من الصيدلية ومش غالية خالص. هتلاقيها في حدود خمسة جنيه عشر جنيه لكتير قوي. وهنقلب وهناخدهم على مريء. ونستنى نص ساعة ما ناكلش اي حاجة خالص. يعني مش عايز اقول لكم والله بجد الوصفة سحر سحر للناس اللي هي بتعاني من البرد وبتخاف من البرد ان هي طول الشتة عندها برد. بس اهم حاجة ان احنا اول ما نحس ان اعراض البرد دخل علينا. نلحق آآ نعمل الوصفة ديت لانها بتعمل آآ مفعول في في بداية نزلات البرد. فهي بتنزل على نزل كده وبتعمل طبقة كده آآ وبتبتدي تعالج. والعسل طبعا فوايده كتير جدا مش اقدر ان انا يعني الناس كلها عارفة فوايد العسل. وزيت حبة البركة فوايده كتير جدا جدا جدا. يعني مش قادر اقول لكم حتى فوايده كتير قوي للقانسر يعني. فتخيلوا زيت حبة البركة فوايده كتير واللمون فيتامين سي. ونقط فيتامين سي. كل دي فوايد كتير قوي. فالوصفة دي هتبقى ممتازة لصحتنا وفي دخول البرد والشتاء داخل علينا هوت. هتلاقوا نزلات البرد قلت جدا جدا. آآ الناس اللي هتجرب الوصفة ديت انا مستنية دعواتكم. وطبعا اللي هيجربوا يقولولي في الكومنتات ان هم جربوا الوصفة ديت. علشان آآ نعرف مدى فعالية الوصفة وان الناس فعلا جربتها ولا لأ. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. وتتفرجوا على الفيديوهات اللي انا بحطها لكم في الاخر ديت. آآ بتبقى حلو قوي. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وبحبكم في اللاقة.